غارة وظلام وضحايا هذا هو ملخص قصف استهدف منزل عزاء شمال صنعاء تسبب بقتل ثمان نساء وطفل وسط ليل القرية الفقير للهدوء والضوء حيث يحاول أهالي قرية النكع في مديرية أرحب التفتيش عما تبقى من ضحايا طيران التحالف العربي الغارات التي أحالت المنزل إلى حطام انتهى به المطاف هكذا حيث تكشف أن الأهداف العسكرية لم تعد بالنسبة لبعض غارات طيران التحالف العربي ذات بعد استراتيجي فيمكن أيضا أن يكون مجلس عزاء في أقصى الريف هدفا محتمل وإن كان حتى مجلس عزاء نساء هنا سقطت ثمان نساء وطفل في هذا المنزل الذي يعود للزعيم القبلي محمد النكعي المرتبط بحسب معلومات بجماعة الحوثي وصالح قيادة التحالف العربي اكتفت بالتعليق على الحادثة بوعودها في التحقيق بما وصفته استهداف مقر عزاء قرب صنعة ولم تضف أي تفاصيل أخرى بينما تتكرر أخطاؤها من وقت إلى آخر إذن غارة جديدة وضحايا جدد أيضا في ليل صنعة إذ لم يكتفي الطيران بضحايا سابقين سقطوا خلال غاراتها الخاطئة التي لم يكن آخرها قصف صالات العزاء في مطلع أكتوبر العام المنصرهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر